افتتحت محافظة أسود معرض أهلا رمضان بمركز ومدينة أبنوب ضمن عشرة معارض سيتم افتتاحها تباعا في مختلف مراكز المحافظة واستهدف المعرض بيع السلع الغذائية ورمضانية للمواطنين بأسعار محافظة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25% في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق سلع بأسعار أجل من السوق من نسبة متفاوتة وإن شاء الله مستمرين في دعم المعرض بسلع جديدة بحيث يستمر لأطول فترة بإذن الله طبعا الأسعار هنا أقل من مسئلتها في السوبر ماركت من خلال التنسيق أن أنا أقلل عدد الوسطاء وأقوم بالشراء من المصانع أو من المصدر الأول يعني من أول إيد بأخذ منها فبالتالي بألغي تجر التجزأ أو تجر القطاعي همش الربح اللي بيحصل عليه كل منهم بيصب في النهاية في صالح المواطن توفر السلع موجودة في المعرض حاليا وبالأسعار الموجودة ونتمنى الاستمرارية في هذا الموضوع عشال المواطن البسيط يستفيد من العروض ديات الموجودة من الشركات وبعض الشئات التجار الموجودة في أبنوك ترجمة نانسي قنقر